دي بقى من اكتر الحاجات اللي بساطتني وفرحتني طيب هنبتزي واحنا نعيش طول عمرنا بنتعمل لي ان احنا يعني درجة ثالثة ايه يعني درجة ثالثة ايه لما ابقى زي المواطن الاوروبي هنحددها ازاي النفس المواصفات التي تطبق في الاتحاد الاوروبي اطبقها عندي هنا اذا كان على البضاعة المستوردة عمري ما اخد الافراج الجمروكي غير لو كان شهادة المنشأ فيها كل المواصفات اللي بتقول ده مطابق للمواصفات الاوروبية ويترجم بالنسبة لك انت المستهلك في العمر الافتراضي يترجم على طول مباشرة انت مش هتخش جوه رجل تاع الهيئة القبع صندرات والوردات بيدخل جوه كل حتة ويقيس انت بالنسبة لك هتشوف ايه عمر صح يبقى ايزا النهاردة المستورد او المنتج هبتدي بص العنصر ما كانش موجود في الحسابات العنصر المستهلك هيقيم عليه السلعة دي عنصر العمر الافتراضي انا بشتري ههلك السلعة دي على قد ايه على 10 سنين على 15 سنة على 20 سنة وراجل بقى كده يقولي انا منيش دعو بيك مختك يا وبخيط بازت معركة مش هل مالكش قطع غيار عندي طيب نقيس بقى وابتدي هنا اختار جودة وفقا لمتطلباتي افرد انا عايز حاجة متعيشش غير سنتيك موجودة وانا عايز حاجة تعيش معي بمفهوم السلعة المعملة 20 سنة موجودة ليك حق الاختيار شفت مسل قدامي غريب جدا وكان بالنسبة لي لافت مطابخ فيه شركة كبيرة جدا موجودة دلوقتي في مصر بقالها يعني كم سنة قليلين بتعمل اساسات منزلي جاي من بلاد برايا المطابخ بتاعيها هتلاقيها هيقولي لك وكتوب عليها ضمان 25 سنة فانا قلتوا مجمعوا ده خشب الاي اهي لا ده مش عارف خشب مصنع بطريقة الكذا وكذا 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 وحد تاني بيبيع المطبخ الخشب بتاعنا اللي احنا عارفينه من ايام ما كنا في بيوت اهلينها وما الا زي لقيت السعر قريب جدا سألت الناس اللي بيبيع المطبخ اللي هو خشب زان خشب اروع يعني جميل تمام حلو مية مية مش مختلفين بكام قال لي كذا ماشي التانية فرق السعر ازيد بس مش كتير سألت الاولاني قلت له انت ده ضمان قد ايه فبصر قال لي ضمان قلت له ضمان يعني عليه ضمان فيه ضمان عمضه قال لي حضرتك هو ده خشب طبيعي ده بيعيش العمر كله قلت له عليه ضمان قال لي ممكن اعمل لحضرتك مثلا ستة شهود حاجة ياربك الحبوب قال لي تلات سنين قلت له طب ما هو فيه شركة كذا انت عارف المكان وبييجوا ويركبوا يعملوا هم كل حاجة انه مجيش دعو انا باشا قال لي سيبك منه ده اصناعي قلت له بس ده ضمان 25 سنة قال لي سيبك منه انا في الحالة دي هعمل ايه انا في الحالة دي انا كيوسف اروح اجيبه بك 25 سلها بصراحة طيب انا هقول لي حضرتك على حاجة وانا اسف اخد من الوقت مشاهدينك المحترمين آآ ب細قى بذل ارتبوق فيما يخص موضوع المطابخ كان ليه لحظ ان انا اروح شركة آآ المانية على اشان نقول بس مش اقول اسمها ماشي بتصنع مطابخ وأجهزة آآ منزليه بتادي ضمان مادة الحياه مادة الحياه مادة الحياه مادة الحياه والدنة دخلونا في حتة ممنوع حد يخشها بس عشان نشوف هم المعمة اللي بيختبر لقيتهم جايبين درج مطبخ اه درج مطبخ بماكنة بتفتحه وتقفله ماشي عليه لود عليه حمل كمان حمل تمانين كيلو اوكي بني آدم قاعد فوقه تمانين كيلو محتوط وبيحرك الدرج كم مرة؟ اتنين مليون مرة ام وبعد مال اتنين مليون مرة يخلصوا ده ده خلي بالك فيه مورد للمجرى اه وبيختبر مجرى يشوف معدل التآكل يشوف لا اتهزت حصل فيها خلوص قد ايه خلوص خلوص لو حصل فيها خلوص مستلمهاش فبيديك ضمان مدى الحياة شفت نفس الشركة دي بتنتج غسالة ضمان مدى الحياة ده عنديني هنا ولا هناك؟ لأ برأة بالأسف حتى التوكيل مش موجود في مصر اه تمام؟ بتديك ضمان مدى الحياة مدى الحياة فيه واحد بيبيع جودة هو عارف بيعمل جودة شكلها ايه؟ هتقوله غالي هيقولك بس هو مدى الحياة مدى الحياة لو انت مش هتلمسه تاني خلاص مدى الحياة فيه شركات مصرية اثبتت وانتاج محلي اثبتت على مدار العشرين سنة اللي فاته ان فيه فعلا انتاج محترم حلو السلعة موجودة وشغالة لحد الوقتي بكفاءة بقى لعشرين وخمسة وعشرين سنة بحل لازم نشجع الناس دي مزبوط بس في المقابل عفو فيه واحد بيروح عند العمالقة الصفر تمام؟ يحطوله التلات منتجات وعلى فكرة عندهم التلاتة عنده التلاتة؟ عنده التلاتة اللي باديه الاوروبا موجودة عنده والناس تانية بتاخده موجودة عنده ويقوله دي بعشر دولار دي بخمسة عشر دي بعشرين اهات لي مو عشر والتلاتة هتبكي وعاوز ابيعها بتلاتيين وباربعين وبخمسين بالزبط ايه اللي هيميزهم؟ هيكشف لما تيجي تقوله عمرها قد ايه؟ لازم يروح يشتري مو خمسة عشر وهو ده بقى دلوقتي اللي لما هيجيلي المينة هقوله شكرا بالسلامة رجعه انا بشتغل بالمواصفات ولو عدت من المينة وجدت ماه ملتزم قاعد معها قاعد مع العمر اللي قاله وإلا هيجيلي بقى يعني اكيد جهاز حماية المستهلك عمره اطول منه فاحنا عاديين مع بعض لو حضرتك اعلنت واخدعت المستهلك عندنا غرامة بتوصل لتنين مليون جنيه عن كل مخالفة عن كل مخالفة